أكد المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان أكد أن خطوة إطلاق الوزارة لتطبيق الهاتف الذكي بالشراكة مع هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية تأتي في إطار خطة الوزارة المستمرة للتحديث والشاملة لمنظوماتها الإلكترونية الحمر قال إن الوزارة رصدت خلال المرحلة التجربية لتطبيق الهاتف الذكي قيام أكثر من 25 ألف متابع بتحميل التطبيق الجديد مضيفا أن هذه الخدمة تتيح لشرائح أوسع من المواطنين فرصة الاستفادة من استخدام مكوناته من تقديم خدمة إسكانية وتحديث بيانات وتقديم طلبات الصيانة ومتابعة الأخبار والوسائط المتعددة إضافة إلى سهولة التصفح وانتقال الطلب من قسم إلى آخر دون الحاجة للمعاملات الورقية الأمر الذي يعكس مدى نجاح هذه التجربة وقد أشار الحمر إلى أن سلسلة تحديث المنظومة الإلكترونية التي بدأتها الوزارة عام 2012 شملت إعالة إطلاق الموقع الإلكتروني بحلة جديدة وبخدمات إلكترونية تسهل على المواطنين تقديم ومتابعة طلباتهم بالإضافة إلى ضمان دقة المعلومات وحمايتها وتصنيفها حسب الطلب وسنوات التقدم ترجمة نانسي قنقر